موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كثير من نصوص الوحي كان الحظ على القوة والحث على انتلاكها والتسلح بها واضحا في أوامر الإسلام وتوجيهاته لكن ما معنى القوة في التصور الإسلامي وما عناصرها وكيف سرت روح القوة في الشريعة الإسلامية وفق ما يقرره كثير من المفكرين والعلماء وأخيرا ما مقاصد القوة الإسلامية مشاهدين الفضلين هذه حلقة جديدة من برنامج مقاصد تبحث مفهوم القوة في الرؤية الإسلامية فأهلا وسهلا بكم موضوع حلقة اليوم نضعه على طاولة الحوار مع ضيف الحلقة الأستاذ سامي الساعدي عضوي مجلس الأمناء بهيئة علماء ليبيا أهلا ومرحبا بكم أهلا بك استاذ جياد حياك الله وحيا الله الإخوة معكم في هذه القناة الموقرة أستاذنا لابد بداية من إلقاء الضوء على معنى القوة بالمطلق قبل أن ندلف إلى مفهومها وتحريرها في المنظور الإسلامي القوة بالمطلق ماذا تعنيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فباعتبارنا أصحاب لسان عربي مبين لا بد أن نتحاكم ونحاكم كل من نتكلم معه بهذه اللغة وبهذا اللسان في هذا المفهوم إلى اللغة ومعنى القوة في أصل اللغة بغض النظر عن الاتساع المجازي بعد ذلك أو الاستعمالات الاصطلاحية في مختلف الفنون والمجالات القوة كما يقول اللغويون هي حالة في الأجسام تمكنها من القيام بالمشاق من الأعمال حالة في الجسم تعطي هذا الجسم القدرة على أنه يقوم بالأعمال الشاقة والصعبة فنقول هذا للرجل قوي لأنه يستطيع أن يحمل أثقالا مثلا وهذا رجل ضعيف لا يقوى على حملها لا يقوى على القيام بهذا العمل هذا في معناها الأصلي البسيط ثم استعملت يعني اتساعا ومن باب الكناية استعملت على وسائل القوة مثلا نقول هذا الجيش يمتلك قوة نقصد المعدات الأسلحة الإمكانيات البشرية من العدد والآلات وغيرها فهذه في الحقيقة وسائل للقوة لكن أطلقت اتساعا وأما في الاصطلعات يعني ثم استعملت حتى في الأمور المعنوية وهذا كثير في لغتنا يعني يكون الأصل المعنى في اللغة في المحسوسات ثم يستعمل إما نقول مجازا أو نقلا أو غير ذلك إلى الأمور المعنوية فالإنسان هذا نقول هذا الرجل قوي العزيمة قوي الإرادة قوي العقيدة هذه أمور معنوية ليست محسوسة ولكنها تدخل في مفهوم القوة بالمطلق وكما ذكرت بالمطلق يعني هذا المعنى لا يخص دينا دون دين أو قوما دون قوم وبعيدا عن حدود التاريخ والجغرافيا يعني هو في المطلق هذا هو معنى القوة ثم يعني تغير أو ضبط أو حدد أو انتقص أو زيد فيه حسب الجغرافيا أو حسب التاريخ حسب الأقوام والأمم والثقافات المختلفة وهكذا هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه عن نسبية المفهوم بما أنك تحدثت عن دلالته اللغوية أو معناه اللغوي لابد من تحريره اصطلاحيا هل معنى القوة أستاذ سامي يختلف تبعا للثقافة والحضارة والجغرافيا بمعنى أن مثلا الحضارة الفارسية أنتجت مفهوما معينا ومحددا ومؤطرا للقوة يختلف عما أظهرته الحضارة الإسلامية لهذا المفهوم مثلا هل بالضرورة أن يكون ذلك أم أنهما كل الحضارات تشترك في هذا المفهوم نعم هناك نسبية بين التقافات المختلفة ويحضرني الآن جانبان من هذه النسبية الأول مجالات هذه القوة يعني بعض المفكرين أو الفلاسفة أو الباحثين أو كذا يركزون على جانب أو أكثر من جوانب محدودة من هذه القوة لا يأخذون القوة بمفهومها الشامل بينما نجد أمة أخرى ربما تركز على جانب آخر مثلا الآن إذا نظرنا إلى أمتي اليهود والنصارى وما ذكر القرآن وما ذكرت السنة في بعض أو كثير من انحرافات هاتين الأمتين نجد أن اليهود مثلا في مجملهم يعني وفي عامتهم يميلون إلى التركيز على الشكليات والمعارف الشكلية والقوالب المعرفية بدون توجه إلى القلب وإصلاحه والجوهر وهكذا فيركزون على الشكليات يحسنون الجدل يطلعون كثيرا على كتبهم وتراثهم ولكن لا يعملون به يخالفون العلم الذي يحملوه بينما النصارى يوصفوا بالضلال لأنهم لم يتعلموا العلم الصحيح من حيث المعرفة وإن كانت أحيانا تكون لهم نوايا من التقرب إلى الله والتعبد والتنسك وغير ذلك ولهذا يقول علماءنا الأوال من انحرف من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه من النصارى فهذا يذكرنا بمسألة النسبية التي تفضلت بطرحها الآن عندما نتكلم عن قوة القوة العسكرية بدون قوة أخلاقية بدون قوة عقيدة بدون قوة إيمان مثلا أو ننظر إلى القوة بالمفهوم الفردي الآن الفيلسوف الألماني نيتشام مثلا هذا من أشهر من عرف عنه الكلام في القوة ومحاولة تحديد حدودها فيلسوف القوة فيلسوف القوة نعم هل هو أخذ القوة بمفهومها الشامل؟ هو أراد أن يتمرد على الله وعلى الأديان وعلى الأخلاقيات وعلى القيم هو ادعى أنه سيعيد تقييم القيم ويرى أن هذه القيم الموجودة سواء كانت دينية أو عرفية أو اجتماعية هي إضعاف للإنسان طيب هذه القوة التي يريدها أن تنطلق من عقالها بلا قيود وبلا ضوابط ما أثره على المجتمع هو لم ينظر فيما أعلم لم ينظر إلى المجتمع نظر إلى الفرد يريده أن ينطلق بكل ما يملك من قوة في شهواته في رغباته ولا يتقيد به طيب أين أخلاقياتك مع الآخرين الذين يعيشون معك على هذا الكوكب؟ أين أخلاقياتك مع بني جنسك؟ مع بني أمتك؟ مع بني مجتمعك؟ لا لا هذا لم يلتفت إليه نحن نقول في الإسلام هذا حرام أنا قوي لكن يحرم علي أن أظلم الضعيف حتى لو كان في ذلك لذتي ومنفعتي فهنا هذه نسبية الآن وكذلك في المجالات هناك قوة عقيدة، قوة إيمان، قوة بدن، قوة إرادة قوة عسكرية، قوة فكرية، قوة ثقافية، قوة سياسية فبقدر الانتقاص من هذه المجالات تكون هناك نسبية ولهذا نحن كمسلمين مؤمنين نعتقد أن المفهوم المطلق المنضبط الذي جمع لب القوة وجوهرها من جميع أطرافها ونفى عنها آفاتها هو التصور الإسلامي ربما من قبيل المفارقة بما أنك أتيت على حديث على ذكر فريدريك نيتشا الذي هو نفى وجود الله سبحانه وتعالى وكما تعلم أستاذ سامي هو ومجموعة من الفلاسفة في عصر ما يسمى عصر التنوير في أوروبا يعني كانوا أسيرة حضارة يعني تعاني كثير من المشاكل النفسية الأوروبيين بسبب طغيان الكنسية ومناشأ عن ذلك من أمراض النفسية علما أنه ينسب لفريدريك نيتشا قوله أن الإسلام دين الأقوياء وهذه مفارقة حقيقة وهنا هذا الكلام يقودني إلى سؤالك عن كيف قرر الإسلام مفهوم القوة؟ كيف حرر هذا المعنى؟ نعم ربما ناشرت بدون أن أستصحب المحور القادم أو سؤالك القادم إلى أن الإسلام أخذ لب مفهوم القوة من جميع أطرافه ونفى عنه آفاته يعني نحن كل شيء وإن كان إيجابيا له آفات تعتريه آفات العلم مثلا العلم شيء في المطلق شيء جميل وشيء ممدوح ومحمود لكن له آفات القوة الآن القوة والعلم وحتى العبادة شيء جميل ولكن له هذه المعاني الجميلة والقيمة والراقية لها آفات تعتريها الغرور التطاول الرياء ظلم الآخرين القوة قد تحملك إلى ظلم الآخرين هذه آفة الإسلام قلم أظافر هذه القوة حتى لا تعتدي كيف قلمها؟ مثلا الآن مظهر من العبادات التي تتمظهر فيها القوة في الإسلام عبادة الجهاد مثلا هي مظهر من مظاهر القوة في الإسلام لكن له أطر وضوابط وأخلاقيات لا غدر لا ظلم لا اعتداء على الأبرياء لا قتل للنساء والأطفال والذين اعتزلوا الحرب مثلا في حروبهم الغدر مثلا محرم بالاتفاق لا يجوز أن نغدر مع العدو هذه إذا صح التعبير تقليمات أو ضبط لنتوآت قد تظهر من هنا أو هناك ولهذا يحضرني الآن موقف صحابي قيس بن سعد بن عبادة يوم فتح مكة عندما تحركت في نفسه الرغبة في الثأر والانتقام من هؤلاء المعتدين المشركين الذين آذوا المسلمين وعدبوهم ونهبوا أموالهم والآن صاروا تحتها سيطن فقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم بر ووفاء وأخذ منه الراية وأعطاها إلى غيره هذا الآن تقليم لبعض نتوآت إذا صح التعبير هذا الشعور بالقوة الذي يحمل الإنسان على أن يظلم في السلطان والحكم مثلا والولاية يحضرني إلى المواقف لسيدنا عمر ذلك القوي يعني صاحب الصطوة والهيبة والنفس التي تغضب كثيرا يعني أحيانا يؤدب نفسه وهو خليفة للمسلمين مرة رأوه يحمل يعني قربا ثقيل من الماء على ظهره في الحر فسؤل لماذا يعني ربما بعض خدمك يكفيك هذا أو بعض الخدم أو كما يقال بعض الموظفين قال إن نفسي قد شمخت فأردت أن أريها ولهذا قالوا عن سيدنا يوسف عليه السلام عندما تولى الخزاء المصر كان يكثر الصوم فسئل عن ذلك لم يكن يكثر الصوم بهذا المقدار من قبل قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع فهذه معاني تربوية وتأديبات إذا صح التعبير وتكفكف من غلواء القوة والشعور بها الذي يحمل على ظلم الآخرين أما طبعا هناك بعض الانحرافات التي تسللت إلى عقول وقلوب بعض المسلمين بل وبعض كتابهم ومفكريهم للأسف وهي التشبع إذا صح التعبير يعني تسرب المفهوم الكنسي إلى عقول وقلوب بل وأقلام بعض المسلمين كيف؟ يعني أن الإسلام دين السماحة نعم دين السماحة في موضعها ودين القوة والحزم في موضعه لكن أن الإسلام دائما يتقطع الرأس لعدوه ويدير خده الأيسر لمن لطمه على خده الأيمن بهذا المفهوم الذي ضخ في عقول كثير من أبناء المسلمين استحلت حرمات المسلمين وحتلت ديارهم وأصبح هناك دعاة للإصلاح والتوافق والتعايش بين المعتدي والمعتدى عليه بين الجلاد والضحية يعني رجل يريد أن يذبح الآخر فيطالب الآخر بحسن الخلق بأن يمد عنقه بطريقة لبقة وبطريقة مهدبة ولا يرد الاعتداب هذا لا يوجد الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى ونحن نعلم أن سورة الشورى مكية والسور المكية دائما تقرر أصولا يعني لا تقبل في مجملها لا تقبل أن تمحى إلا ما تبت نسخه بعد ذلك لكن مثلا الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون الآن من جوانب القوة الإنسانية في الإنسان كما يقول ابن تيمية وعيره وكثير من حتى الفلاسفة تسمى القوة الغضبية قوة الغضب في الإنسان موجودة غريزة وجبلة ماذا كيف تعامل معها الإسلام لم يمحها أنا كنت أسألك عن هذا أستاذ سمي في الحديث الشريف يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هنا أحد يعني تحرير مهم ودقيق ومنضبط لمعنى القوة كيف يمكن أن نفسر هذا نعم هذا الآن يرجع بنا للنقطة السابقة وهي تقليم أضافر هذه القوة حتى لا تكون يعني أداة بغي وتسلط وعدوان وظلم الظلم قبيح مطلقا مع المسلم وغير المسلم الظلم قبيح والعدل حسن هذا باتفاق العقلا وأيد الشرع ذلك فعندما يعني الغضب كثيرا ما يحمل الإنسان على سفك دماء محر كم من إنسان قتل لأنه قال كلمة استفزت الآخر فقتله هذا اعتداء وظلم يعني في النهاية قال لك كلمة رد عليه بكلمة لكن قال لك كلمة شتمك تقتله هذا اعتداء ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم لكضم الغيض ووعد كاظم الغيض بالنعيم وبالأجر الجزيل والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لا تغضب أوصني يا رسول الله قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب والحديث الذي تفضلت بذكره ليس الشديد بالصراعة الصراعة بمعنى الذي يكتر من أن يغلب الناس ويصرعهم كثير الصرع لغيره إذا صارع غيره صرعه وأسقطه أرضه ليس هذا الشديد في المفهوم الكامل هو في اللغة وهو شديد لكن دائما النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب لا تظن أن الشديد فقط هو هذا لا هناك شديد أعظم منه ليس الذي يغلب غيره لكن هنا حصر في الحديث إنما لا تفيد الحصر بأن القوة حصر إضافي يعني حصر إضافي إنما الشديد الكامل أو الشديد الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهما له فينا ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته إلى آخر الحديث الآن الذي لا درهما له ولا متاع هو مفلس صحيح لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبع كما قال أيضا ليس المسكين ذلك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه هذا هو شدة المسكنة فعظمة الشدة المحمودة هي أن تغلب نفسك إذا غضبت هذا هو الانتصار الحقيقي هذا الحديث الشريف أستاذ سامي يعني يقودني إلى سؤالك عن تحرير جوهر القوة في الإسلام هل القوة في الإسلام هي قوة قوة نفسية معنوية أم قوة مادية شاملة يعني الإسلام يريد منك أن تكون قويا في بدنك ولهذا لا ضرر ولا ضرر لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يضره في بدنك لكن لا شك أن هناك جوهر القوة في الإسلام ولكن هذا لا يكفي لأنه إذا كان الإنسان قويا في بدنه ضعيفا في عقله أو ضعيفا في قلبه أو في إيمانه وفي إرادته فسيكون بلاء على الآخرين ستحمله شهوة القوة والقوة الغضبية والنفسية الغضبية السبوعية كما يقول بعض العلماء إلى الاستطالة والبغي على الآخرين وهذا ما لا يريده شرعنا ولا يريده الله سبحانه وتعالى ولهذا القوة شاملة لابد أن تكون قويا في بدنك ولابد أن تكون قويا في علمك وعقلك ومعرفتك ولابد أن تكون قويا في إيمانك وعزيمتك ولهذا الحديث المؤمن القوي خير وحبه لله من المؤمن الضعيف وإن كان لفظه العموم كثير من العلماء يقولون هي قوة العزيمة وإرادة فعل الخير ولو صاحبتها مشقة الأمر بالمعروف يصاحبه مشقة في كثير من الأحيان قد يؤذى الإنسان فذكروا الأمر بالمعروف وذكروا الجهاد في سبيل الله وذكروا الطاعات المختلفة وإن اكتنفتها مشقات هذا مؤمن قوي فهذه هي القوة هذا كما أشرنا في موضوع النسبية مفهوم القوة في الإسلام لابد أن يكون شاملا حتى تكون القوة محمودة وأنت استبقتنا إلى السؤال عن هذا الحديث الحقيقي كنت أدخله لك في المحور الثاني وسأسألك عنه حكي نحرر أكثر معنا هذا الحديث لأنه يترتب عليه كثيرا من مجريات هذا النقاش لكن لابد أن أذهب إلى فاصل نلتقي بكم لمواصلة الحديث بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير السؤال هو إذا ما كان هناك يمكن أن نوضح أكثر مفهوم أو العلاقة بين القوة والإيمان يعني لا شك أن هنا عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أن القوة يعني يربط المؤمن القوي والمؤمن الضعيف العلاقة بين الإيمان والقوة ثم بعد ذلك كيف يكون المؤمن مؤمنا وضعيفا في الوقت نفسه إذا ما كان روح القوة تسري في الإسلام نعم وهذا مفهوم تجزء الإيمان يعني الإيمان يزيد وينقص عند عامة علماء أهل السنة تفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص فالمؤمن القوي إيمانه أكمل من المؤمن الضعيف ولهذا قال وفي كل خير لأن الناس مراتب يعني ليس بالضرورة أن يكون إما مؤمنا وإما كافرا وعلى فكرة أستاذ جهاد أحيانا الإنسان يكون ضعيفا ولا دنب له في هذا الضعف ويكون إيمانه ناقصا يعني مع أنه غير مؤاخذ يعني وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني الآن لما الغني يتصدق الغني يتصدق يزيد إيمانه لأن الإيمان يزيد بالطاعة والصدقة طاعة الفقير ليس عنده ما يتصدق به وإن كان ينوي الصدقة لو كان غنيا إلا أنه لا يصل إلى مرتبة من تصدق بالفعل ولهذا عندما جاء يعني فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون وأرشدهم إلى معقبات الصلاة ففعلوا ثم جاءوا بعدها وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما قلت لنا ففعلوا فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا المرأة عندما تكون ممنوعة من الصلاة للعدر الشرعي هي غير مؤاخدة بهذا بل لو صلت لكانت آثمة بصلاتها وعليها العذر الشرعي ولكن هل ينقص إيمانها؟ نعم ينقص إيمانها لأنها ستترك الصلاة أياما وهي محمودة على ترك الصلاة وليست ملومة على ذلك فالقوة أحيانا إذا استكمل الإنسان جوانبها كان أكمل إيمانا من المؤمن الضائر هل يعني ذلك أن القوة تتناسب طردا مع الإيمان بمعنى كلما ازداد المؤمن إيمانا ازداد قوة بالضرورة بمعنى هالشامل نعم أكيد هذا أريد أن أسألك عن هنا عن عناصر القوة أو مكونات القوة أو وسائل القوة في المنظور الإسلامي وسائل شيء آخر وسائل مثلا هذا الحديث نفسه أشار إلى بعض الوسائل المهمة جدا الآن بعض الناس يتكلمون عن الطاقة الإيجابية مثلا نسمع بعض الناس في الدورات التنمية البشرية وغيرها يقولون الطاقة الإيجابية التفاؤل مثلا عدم الاستسلام لليأس هذا الحديث ماذا يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك الوقت الآن يتكلمون عن إدارة الوقت الذي يضيع وقته في الهذر وفي ما لا يعني وفي القيل والقال تضيع منه الساعات والأيام والليالي فيما لا يعود عليه بأي نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا مغبون هذا فرط في سبب من أسباب القوة الآن مالك بن نبي عندما يتكلم عن عناصر الحضارة الثلاثة يقول الإنسان والتراب والوقت قبل المال وقبل التكنولوجيا قبل هذه العناصر الأساسية لأي نهضة يغوصه في جوهر القضية نعم فالوقت هذا يعني الإنسان وقت هو الإنسان أيام فأحد أسباب القوة هو استثمار الوقت حسن إدارة الوقت ألا يضيع منه شيء فاحرص على ما ينفعك يعني الإنسان إذا حرص على ما ينفعه في قوته البدنية في صحته في علاقته بربه في علاقته بالآخرين في تنمية معارفه ومداركه في تخصصه هذه مسألة مهمة إذا هو وضع رجله في طريق من طرق التخصص من العلوم المفيدة لأمته كثير من الأصوليين يقولون يحرم عليه أن يترك يعني فرض الكفاية إذا سلك فيه الإنسان وتلبس به كثير من علماء الأصول يقولون يحرم عليه أن يتركه يعني طالب علم مثلا إذا وجد من نفسه الأهلية والقدرة والقابلية لأن يكون عالما وبدأ في طريق الطلب يتعين عليه عند كثير من الأصوليين هذا حرص على النفع حتى يفيد نفسه ويفيد غيره احرص على ما ينفعك واستعين بالله لا تظن أنك إذا توفر عندك بعض أسباب القوة أن الأمر بيدك لأننا عندنا سقف أستاذ جهاد وهذا أحيانا يغفل عنه حتى المسلم أحيانا عندما ينهمك في الأخذ بالأسباب وينهمك في الماديات وفي عناصر القوة المادية وقد يغفل عن العلاقة بالله يسعى قد يغفل عن المشيئة الإلهية التي فوق كل شيء وربما هنا جوهر القضية في الإسلام سألتك قبل قليل أستاذ سامي إنما كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة وفي توجيهات القرآن كما لو أن الوحية يريد أن يصرف انتباه المسلمين إلى التمتع بجوهر القوة وهو جوهر القوة المعنوية والنفسية الارتباط بالله سبحانه وتعالى وإدراك حقيقة هذا الكون ومن ثم البناء على هذا الأساس القوة المادية هل هذا الفهم صحيح؟ صحيح والدليل عليه من استقرار التاريخ حتى لو لم نرجع حتى إلى نصوص الكتاب والسنة ننظر إلى تاريخ المسلمين كم معركة كان المسلمون أقوى ماديا من أدوهم؟ معارك قليلة جدا بل إن غزوة حنين وهي أول غزوة كان فيها المسلمون أكثر عددا يعني أتوا من التعويل والركون إلى هذه القوة العدية بلغت وقلوه الحناجر نعم ولكن في سائر معارك المسلمين غالبا إلا ما يكن دائما المسلمون أقل عددا وعددا بما غلبوا ولهذا عندما في فتح مكة هذا الموقف يحضرني إلى الموقف عظيم عندما كانت الكتائب تمر كتائب المسلمين تمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يحبس أبو سفيان عند مضيق الوادي حتى يرى هذه فقال يخاطب العباس وكان واقفا بجانبه عندما رأى الجحافل المسلمين ومرت كتيبة المهاجرين والأنصار لا يرى منهم إلا الحدى قال لقد أصبح ملك ابن أخيك يا أبا الفضل عظيما يخاطب العباس قال له إنها النبوة يا أبا سفيان إنها النبوة هذه قوة محمودة لأن الإسلام يريد أن يكون للحق قوة تحمي الحق لا يمكن أن يسير أعزل حتى وإن كان قويا في ذاته لابد من قوة تحمي موقف آخر هو أنا الذي كنت أريد أن أذكره وسبق ذهني إلى هذا الموقف وإن كان له تعلق بالقوة عندما برقت عيناء أبي هريرة عندما نظر إلى جموع العدو فقال له أحد السابقين الذين سبقوا بالإسلام قال له إنا لا ننصر بالكثرة نحن لا ننصر بالكثرة وإنما يقاتلون العدو كما قال عبد الله بن رواحة للمسلمين ومؤتى إنما نقاتل الناس على هذا الدين أو بهذا الدين الذي أكرمنا الله به الآن أي نقص في القوة المادية يجبر بالقوة المعنوية ولهذا يعني ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أتوابه أسد هصوره هو ضعيف البنية نحيل الجسم ولكن يثبت تبات الجبال القوة المعنوية الرغبة فيما عند الله كما قال خالد بن الوليد لملك العدو قال له يعني نحرص على الموت كحرص رجالكم على الحياة نحب الشهادة في سبيلها كما يحب رجالكم الخمر نعم فهذا لم ينقفه شيء يعني ربما أيضا أستاذ سامي يعني بعد سنين طويلة من بناء قوة العقيدة وقوة الإيمان التي هي ربما تكون أو هي البنية التحتية كما تفضلت قبل قليل جاء بعد ذلك الطلب في بناء القوة المادية الفوقية وهي وأعدوا لهم مستطعتهم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم إذن يعني القوة المادية هي سبب ونتيجة وتحصيل حاصل للقوة المعنوية الإيمانية نعم لأن هذا جوهر القضية في الإسلام نعم لأن المسلم يتعامل مع إعداد الأمر بإعداد القوة المادية كما في آية الأنفال هذه سورة الأنفال كأمر رباني كأقيم الصلاة وعاية الزكاة الله عز وجل أمر بالإعداد للقوة وما أجمل ما قاله أحد الدعاة قال يعني الإعداد للجهاد كالوضوء للصلاة وويل للأعقاب من النار يعني إذا لم يعد الإنسان نفسه الإعداد المطلوب منه كان كمن فرط في وضوئه قبل الصلاة يعني نوع من تقريب الصورة يعني فالله سبحانه وتعالى عندما يقول وأعدوا لما استطعتم من قوة يعني هذا أمر بإعداد القوة المادية في الأصل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ألا إن القوة الرمي صحيح بعموم لفظها قد يدخل فيها غيرها لكن لا يجوز أن نخرج منها ما نزلت في سياقه وهو القوة المادية وموضع الآية هنا لفتة بديعة ذكرها الشيخ الآية من الحديث الآية الشيخ طهر عشور رحمه الله في تفسيره هذه الآية جاءت في سورة الأنفال الأمر بإعداد القوة بعد قوله تعالى وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ هذه الآية إن لم تفهم في ظل الأمر بإعداد القوة قد تحمل بعض الناس إلى شيء من التواكن يعني هذه الآية تبشر بأن الكفار لن يعجزوا الله سبحانه وتعالى لن يسبقوا ولن يفلتوا من قدر الله وسيكونون مهزومين ولكن إياكم أيها المسلمون أن تتكلوا على هذا المعنى فتتركوا الإعداد لا الله عز وجل سيعذبهم ولكن بأيديكم لا تتكلوا على المعجزات وتتركوا إعداد القوة لا ودَّا الذي في سورة النساء ودَّا الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة هذا العالم الآن الذي نعيشه لا يعترف إلا بالأقوية العالم الآن تحكمه خمسة دول قوية قوية عسكريا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا ومعلوماتيا ويتحكمون في العالم في كل الأصور أستاذ كيف نعم فقضية أننا نحن أصحاب حق سننطس نعم الحق منصور دائما والباطل مهزوم لا محالة ولكن لابد أن نحرر مفهوم الحق ومفهوم الباطل الآن كثير من الناس يقول كان المسلمين المسلمون يقولون إنهم أصحاب الدين الحق ها هم ضعفة وفي دي القائمة الأمم ألا تقولون إن الحق ينتصر على الباطل دائما نعم الحق ينتصر على الباطل دائما ولكن هذا الحق ليس كاملا حق من حيث عقيدتهم هي العقيدة الحقة ودينهم هو الدين الحق لكن عندهم باطل وعدوهم على عقيدة باطلة ولكن عندهم جزء من الحق هذا الحق الجزئي هو الذي غلب هذا الباطل الجزئي العدو أخذ بالأسباب التي أمرنا أن نأخذ نحن بها فبلغ ما يريد نحن تركنا إعداد القوة الذي أمرنا به إذن الحق عندنا انتقص وبمقدار نقص هذا الحق يتأخر النصر ويكون إدالة العدو علينا وخير من حرر اسمح لي أختم بي خير من رأيته والله أعلم حرر هذا المعنى الذي أشرت إليه مؤخرا أن الباطل لا يمكن أن يغلب الحق فإذا رأيت قوما كفارا غلبوا قوما مسلمين أو قوما عندهم باطل كثير غلبوا قوما عندهم حق فاعلم أن في هؤلاء المبطلين جزءا من الحق وفي هؤلاء المحقين جزءا من الباطل هذا الجزء من الحق هو الذي غلب هذا الجزء من الباطل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله له مقالة جميلة جدا ولا يتعلق بموضوع الحلقة أستاذ جهاد في الوحي المحمدي كتابه الوحي المحمدي لا في العدد 249 في مجلة المنار عنوان المقال الحق والباطل والقوة حرر هذه المسألة وقال بدأ مقاله بثلاث آيات وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقة قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد الثالثة في نفس المعنى ثم فصل هذا المعنى وقال هذه القاعدة أو هذه السنة الإلهية لا تتخلف أبدا وعلى فكرة موضوع إذا كان هناك مجال فيما بقي من الحلقة قضية السنة الإجتماعية أنا كنت سأسألك في مسألة القوة مهمة جدا أنا كنت سأسألك ولم أشاء أقاطعك رغم أنك استرسلت في هذا السؤال أستاذ سامي موضوع السنة الإلهية أنت قلت إن الحق منصور لكن الآن الباطل هو الذي يتغلب نصرة الحق أو انتصار الحق كيف يمكن أن نفهم موقع القوة في ضوء السنة الإلهية أو السنة الإلهية التي لا تجافي ولا تجامل ولا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل كيف يمكن أن نفقه أو نفهم موقع القوة في ضوء هذه السنة الإلهية ربما سأبدأ كلامي بالتشبيه بمثال أو مثالين للتشبيه نعم الآن سباح ماهر يعني مشهود له على مستوى العالم لأنه ماهر في السباحة وجاء في بحر عجاج متلاطم بالأمواج وسبح ضد التيار سيغرق ربما سمعتم بالشيخ الليبي رحمه الله الذي غرق قبل ممكن شهرين هو كان سباحا غرق هنا وأنقذ شابين تركيين من الغرق وغرقه لأن البحر كان هائجا لكن لو أنه يعني درس أو لاحظ أو ركز على جهة التيار إلى أين تسير يعني إذا كان التيار يسير إلى وجهته هو سيستفيد من هذه الموجة ستعينه وتحمل عنه عبءا من عبء السباحة البحار أيضا أو ربان السفينة مهما كان ماهرا إذا أراد أن يسبح ضد التيار وضد الرياح قد يغرق ويغرق من معه في السفينة لكن إذا استفاد هذا الشاهد كمان يجب أن نستفيد نحن ونستثمر هذه السنن الاجتماعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى سننا للقوة والضعف ولنهوض الأمم وسقوطها وقيام الحضارات وأفولها فلابد أن الإنسان يعني يسير وفق هذه السنن يتحينها يدرسها والأمر صعب وليس سهلا حقيقة يعني فهم هذه السنن الاجتماعية ليس بتلك السهولة يحتاج إلى عقول إلى إعمال فكر إلى اجتهاد إلى دراسة للتاريخ إلى دراسة للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة إلى كلام بعض العلم خاصة الذين تكلموا في هذه السنن قديما وحديثا يصل الإنسان إلى فوائد كثيرة فيوظف هذه السنن لتقويته حتى يستطيع أن يكمل مسيرته إلى أهدافه سامي تحدثت حقيقة يعني بينت مفهوم القوة في الإسلام في المطلق وسقت أدلة كثيرة على حظ الإسلام على القوة والتمتع بها وامتلاكها طيب لابد بعد كل هذا الكلام من السؤال عن وظيفة القوة في الإسلام مقاصدها غاياتها حماية الحق وإقامته ودفع العدوان عليه محددة ومنضبطة الوظيفة محددة ومنضبطة هنا يعني أنا تكلمت عن المدافع الأممية أو بصورة جماعية لكن أيضا في الإنساء حتى يستطيع أن يقوم بما أجبه الله عليه حتى لو كان فردا يعني القيام لصلاة الفجر في البرد هذا يحتاج إلى قوة قوة إرادة قوة عزيمة صبر مشقة الأمر بالمعروف وإصلاح يعني الصبر على أذناء هذا يحتاج إلى قوة قوة إرادة قوة عزيمة قوة إيمان القيام ببعض الواجبات السعي على العيال الجهاد في سبيل الله هذا يحتاج إلى قوة بدنية فهذه وظائف لكن أنا لم أشر إليه نظرت إلى الوظيفة العامة للأمة وما يتعلق بالشأن العام حماية الحق من أن يعتدى عليه لأن الحق سيعتدى عليه من أهل الباطل ولا شك ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما شبه الإيمان بالحية وقال وإن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها قال بعض العلماء يعني هنا لماذا شبهه بالحية الحية الصحيحية قد تؤذي ولكن في كثير من الأحيان الناس يتعقبونها ولو لم تؤذهم يعني وكذلك الإسلام لأن إذا ظهر الحق وقامت له نماذج في الواقع وهذا سيكون بمثل الإضاءة الكاشفة للباطل وهذا ما لا يريده أهل الباطل ولهذا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسين يتطهرون أنت ما ضرك من طهارة حول الناس لأنه سيظهر باطلك وانحرافك ووجاجك ولهذا أهل الحق لا بد لهم من قوة يعني تحميهم في دعوتهم إلى الحق نعم لا بد من الحديث عن منهج الإسلام في بناء القوة وتقريرها لكن ليس قبل الذهاب إلى فاصل أخير نعود إليكم بعد قليل استكمال ما تبقى من زمن هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم أستاذ سامي بقي معنا القليل من الدقاق وربما هناك الكثير من الأسئلة لكن يعني ربما حطنا بجانب مهم من هذا الموضوع قبل أن أسألك عن منهج الإسلام في بناء القوة وتقريرها سواء على مستوى الفرد أو المجتمع أو الأمة هل الحظ الإسلامي على القوة والتمتع بها والتسلح بها كان على سبيل الوجوب العيني أم على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب الكفائي فيه الثلاثة يعني لأن هذا بحسب المقصد من هذه القوة أحياناً القوة تقصد لإقامة واجب فللوسائل أحكام المقاصد إذا كانت هذه القوة المراد توفيرها والحصول عليها هي وسيلة لإقامة واجب كفائي فالحصول على هذه القوة يأخذ حكم الواجب الكفائي يأخذ حكم المقصد وإذا كان هذه القوة تحصيلها من أجل القيام بواجب عيني فلا حكم الواجب العيني وإن كانت لتحصيل فضيلة ونافلة فحكمها على الندب الآن إنسان لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر إلا بمنبه يجب عليه مثلا لأن هذا واجب عيني عليه إعداد الجيوش في دولة الإسلام من أجل القيام بالواجب الجهاد إن كان عينياً فعينياً وإن كان كفائياً فكفائياً وهكذا فلما لا يتم الواجب إلا به فواجب وللوسائل أحكام المقاصد حسب المقصد نعم ما المنهج الإسلامي في بناء القوة؟ ما عالم هذا المنهج؟ ربما أشرنا إلى شيء من تحذير الإسلام أو تسلل مفهوم الكنسي النصراني لعقول وقلوب بعض المسلمين يظنون أنه كلما كان إنسان رخواً فهذا يعني حسن الخلق ويضعون الندى في غير موضعه كما قال الشاعر ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى والحكمة أن تضع كل شيء في موضعه أني أقابل الاعتداء بالابتسامة وأن أدير خدي الأيسر لأصفع والعدو يدخل إلى بيتي ويأخذ أموالي ويعتقل أسرتي ويحتل أرضي هذا ليس محموداً هذا لا يكون محموداً ولهذا يعني رأت عائشة رضي الله عنها قوماً ضعفاء يمشون بتؤداء فقالت من هؤلاء وهذه لفتة تربوية من أم المؤمنين رضي الله عنها أعلم نساء الأرض كما يقول الذهبي في ترجمة قالوا لها هؤلاء نساك قالت كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وهو الناسك حقاً هي لا تنكر أن هناك معنى من التواضع للمؤمن الدلة للمؤمنين لكن كأنها والله أعلم تريد أن تنبه إلى إياكم أن يدخل إليكم هذا لأنهم شاءوا أرأوا النصارى وخالطوا بعض النصارى بشكل أو بآخر كما خالطوا اليهود فلابد أن يحذر المسلمون من أن تدخل إليهم مفاهيم غريبة عن مبادئ الإسلام الإسلام دين قوة ودين عدل صحيح دين رحمة ودين حزم وحسم الآن سورة الحجرات مثلاً كسورة متكاملة يعني فيها أخلاق عالية جداً بين المؤمنين لا يغتب بعضكم بعضان لا تنابزوا بالألقاب لا يسخر قوم من قوم لكن ماذا ذكر ماذا قالت سورة الحجرات عن الفئة الباغية التي أصرت على الباغية فقاتلوا التي تبغي في نفس السورة وهذه فئة مؤمنة وهذه فئة مؤمنة فما بالك بغيرها فهذا التكامل العجيب هذا كما يقول بعض العلماء الإعجاز التشريع هذا لما نقول أن الإسلام أخذ بمفهوم القوة وجمعه من كل أطرافه ونفى عنه آفاته وقلم ما قد يحصل فيه من نتوءات هذا نجده في القرآن والسنة في نصوص القرآن في حديث نبي صلى الله عليه وسلم نرى هذا التكامل يعني سيدنا عمر في رسالته إلى أبي موسى الأشعر في القضاء عندما يقول له فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له إذا لم تكن هنا قوة تنفذ الحق لا ينفع الكلام بالحق ولهذا القاضي يستطيع أن يجبر الجاني يستطيع أن يحبس المعتدي يحبس المتهم حتى يظهر الحق هذا كله يحتاج إلى قوة أشرت إلى نقطة مهمة وهي متصلة بواقع المسلمين اليوم وعندما ذكرت أن كثيرا من الدعاة والعلماء والمفاكرين يجنحون دائما إلى خطاب حديث أن الإسلام دين الرحمة ودين السلام يعني هنا أريد أن أسألك وهو حقا دين الرحمة والسلام لكن هل السلام والرحمة الموجودان في الإسلام هما يحضران بعد تمتع الإسلام بالقوة أم في حالة الضعف بارك الله فيك نعم وأيضا نرجع هذه اللفتة يعني نريد أن نوضيحها نعم بارك الله فيك نرجع أيضا إلى سياق سورة الأنفال لأن ترابط الآيات وحكمة وضع نزول هذه الآية في هذا المكان يعني لا ترابط الآيات وارتباط معانيها ببعضها الله سبحانه وتعالى بعد الآية التي تفضلتم بذكرها وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَاتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُمْ الآن بعض الناس يقول وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ هذا كما يقول فويله للمصلين اقرأ الآية التي قبلها اقرأ سورة الأنفال بكاملة حتى تتضح لك الصورة اقرأ الآيات واربط الآيات بالسيرة النبوية يعني سورة الأنفال نزلت في سورة بدر جزء من سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد جزء من سورة الأحزاب جزء كبير منها نزل في غزوة الأحزاب اربط الآيات بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أعدائه ومع المؤمنين وكيف تعامل في صلح الحديبية كيف تعامل في فتح مكة كيف تعامل في غزوة بدر قتل بيده الشريفة أبي بن خلف في غزوة أحد يعني فهذا التكامل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصفه الضحوك القتال كنت سأسألك عن هذا أيضا نعم أذلة على المؤمنين أعزة هذا التكامل لا يوجد في غير شريعة الإسلام يعني نفس الإنسان تجده ليناً لإخوانه يعني شديداً على أشداء على الكفار رحماء بينه إذن خلاصته يعني هو دين الإسلام دينه السلام لكن بعد استكماله واستجمعه عناصر القوة ليس للاعتداء بها ولكن لردع من تفكر أو تسول له نفسه أن يعتدي على لحماية بيضة الإسلام والمسلمين جزاك الله خيراً أستاذنا وشكراً لكم على هذه الإفادة الطيبة مشاهدين الكرام إذن وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي المكرم أستاذ سامي الساعدي عضوي مجلس الأمناء في هيئة علماء ليبيا كل الشكر لكم في حراسة الله وتوفيقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر